يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله كيف نرد على من يقول إن الدعوة لا تكون إلا للعلماء وليس لأحد أن يدعو حتى يصل مرحلة العلماء وهل من يقوم بتوزيع المطوية والأشرطة يعتبر هذا من العلم الذي ينفع بعد الموت نعم بلا شك أن الدعوة لا تكون إلا من أهل العلم لأن الجاهل ما يصلح أن يدعو لأنه قد يحرم أشياء أو يحل الأشياء بلا دليل كذلك قد يسأل ويجيب بجاهل لأنه جاهل لا شك أن الدعوة لا تكون إلا من أهل العلم كما قال تعالى ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم البصيرة هي العلم أدعو إلى سبيلي ربكة بالحكمة حكمة هي العلم لا بد أن يكون الدعوة مؤهلا لكن الأمور الواضحة يأمر الناس بالصلاة يأمرهم ببر الوالدين يأمرهم بترك الشرك وهذه أمور واضحة ينهى عنها ويأمر بالتوحيد لكن التفاصيل لا يدخلوا فيها إلا أهل العلم نعم ترجمة نانسي قنقر